شدد يوان تشيمين مدير مختبر ووهان الوطنية للسلامة الحيوية وهو باحث في معهد ووهان لدراسة الفيروسات أنه حتى الآن لا يوجد أي دليل يؤيد نظرية تسرب فيروس كورونا من المختبر الصيني ولا يوجد أي دليل يشير إلى أن هناك صلة سابقة بين فيروس كورونا ومعهد ووهان لدراسة الفيروسات ولا يوجد دليل يظهر أن معهد ووهان لدراسة الفيروسات امتلك فيروس كورونا قبل أن ينتشر ذلك الفيروس منشأ فيروس كورونا هو من الطبيعة وهذا هو التوافق العام في الأوساط العلمية أفادت بعض وصائل الألام أن هناك ثلاثة عمال من معهد وهان لدراسة الفيروسات توجهوا إلى المستشفى لتلقي العلاجات عام 2019 وأن عراضهم كانت تشبؤ عراض فيروس كورونا وهذا الادعاء لا أساس له من الصحة إذا أراد تسأل الألام هذه الكشفة عن الحقائق فلتبلغنا بأسماء هؤلاء العمال وسنعرف الحقائق لقد قدمنا هذا الاقتراح في وقت سابق لكننا لم نحصل على أي رد حتى الآن ولأن أعمالنا تحظى باهتمام العالم تورطنا في مختلف الإشاعات فيما جلب هذا النوع من الإشاعات على باحثين العلميين الضغوط والإزعاجات كما ألحق الضرر بالتعاون والتبادل العلمي الدولي وضعف التأثيرات السلبية ولا يمكن لأي دولة أن تنجو من الجائحة بنفسها فالطريق الوحيد للسيطرة على تفشيها هو من خلال التعاون والتنسيق مما يعيد شعوب العالم إلى الحياة المنسجمة والمزدهرة يتمسك معهدها لدراسة الفيروسات بموقف منفتح وشفاف آملا تقديم المساهمات مع العلماء في مختلف الدول ترجمة نانسي قنقر